معنا مشاهدين من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات الدولية دكتور سامي مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن هل نحن أمام ضربة أمريكية على الأسد متجاوزة كل العراقيل التي سبق وأن وضعت من قبل حلفاء خاصة وإن علمنا أن روسيا استخدمت 12 ثمرة حق النقضة الفيتو صحيح الضربة ما زالت محتملة ولكن أعتقد أن وطيرة التصاعد نوعا ما همدت في الفترة الأخيرة وذلك من أجل فتح المجال لتسوية ديبلوماسية أعتقد أن الطريقة الوحيدة لتفادي الضربة العسكرية هي من وجهة نظر من ينفذها أن يحصل على نتائج هذه الضربة من غير الضربة وذلك بالضغط على روسيا صحيح أن روسيا في هذه الأيام والنظام السوري تكسب بعض الوقت من المفاوضات ولكن في الوقت نفسه هناك مراكمة للمعدات العسكرية للسفن الحربية هناك دخول لشركاء جدد في اتجاه الضغط على النظام وهذا أعتقد يزيد من الضغط على روسيا من أجل الحصول على ضمانات أولا بشأن استعمال الكيماوي ثانيا بالنسبة إلى التمدد الإيراني في الداخل السوري اليوم كل هذه الدينامية نعلم قبل الحديث عن موقف روسيا بشكل أكثر تفصيلا هل يمكن أن يحدث ذلك فعلا كما ذكرت حضرتك أن تحصيل نتائج الضربة من دون أن لجوء إلى ضربة عسكرية؟ أنا أبني على بعض المؤشرات وربما أهمها ما أتى في تغريدة أو موقف الرئيس الأمريكي البارحة حينما أشار إلى مفاوضات جينيف وإلى مصار جينيف أعتقد إذا الطرف الروسي لاقى الطرف الأمريكي على نصف الطريق وقبل بالعودة إلى مصار جينيف أعتقد أن احتمال الضربة العسكرية يكون قد انخفض كثيرا وذلك لأن مصار جينيف يعني مرحلة انتقالية يعني مسألة طرح مصير الأسد وكان الطرف الروسي قد أفرغ مصار جينيف من مضمونه أو همشه وذلك عبر البناء والدفع في مصار أستانا وذلك على حساب المصالح أولا مصلحة على الشعب السوري طبعا ولكن أيضا مصالح ومواقف القوى الداعمة لها اليوم تسعى هذه القوى إلى إعادة موازين القوى إلى إعادة توازن إلى موازين القوى بعدما مالت في الفترة الأخيرة لصالح النظام والقوى الداعمة له لا سيما روسيا وإيران وما هو على المحق أيضا ليس فقط الوضع في سوريا إنما ما يسمى بالحرب الباردة الجديدة وشروط وقواعد هذه الحرب الباردة إذن دكتور إن حدثت هذه الضربة ليست فقط ستكون لمعاقبة الأسد داخل سوريا وإنما لإحداث طرق في المشهد السوري داخل البلاد هل أنت مع هذا الطرح؟ بالتأكيد نعم أعتقد المسألة الكيماوي أعطت الذريعة القانونية هي الواجهة القانونية والأخلاقية التي تبرر عملية عسكرية خارج قرارات مجلس الأمن وخارج القرارات الشرعية الدولية ولكن جوهر الأزمة في سوريا هو اليوم المواجهة مع إيران يعني مرت الأزمة السورية بمراحل عدة المرحلة الأولى كان يمكن اختصارها بثورة الشعب السوري وكان كل الحديث حول رحيل أو عدم رحيل أسد ثم انتقلنا إلى مرحلة ثانية هي الحرب على الإرهاب هذه المرحلة انتهت اليوم العنوان البارز هو المواجهة مع إيران في عدة ساحات في الشرق الأوسط وأهمها في الداخل السوري هذا العنصر أخلى بكل التوازنات وخلق تحرك ودينامية جديدة أكان من جهة الولايات المتحدة وشركاء جدد مثل فرنسا التي تعود إلى الشرق الأوسط عبر النافذة السورية منها إسرائيل دخلت على خط الأزمة السورية لأنها تخشى التمدد العسكري الإيراني وهناك أيضا الأطراف العربية التي هي في مواجهة مع إيران في الساحة السورية وفي ساحات أخرى مثل اليمن شكرا جزيلا لك حدثنا من بيروت الدكتور سامي نادر أستاذ في العلاقات والقانون الدولية ترجمة نانسي قنقر